اشتركوا في القناة في المنافسين سواء كان في اليابان او حتى في امريكا او في الدول اللي منتشرة فيها السيارة هذه واللي هي المازدا السي اكس ناين تي واللي صار الصخب الكبير والكلام الكثير عن السيارة هذه هل هي جزء فخم من المازدا ولا هي تعتبر بديلة السي اكس ناين فرح تكلم اليوم عن السيارة هذه ونشكر الشركات اللي مشاركها معنا في هالموسم واكيد نشكر الرعاة المازي والذهبي والفضي وحياكم الله المازدا في الالفين وستة اتحفتنا بسيارة جديدة مختلفة عن الاشياء اللي تعودنا عليها قبل اللي هي سيارة الكروس اوفر اللي شكلها جميل وعملية واسعة وخفيفة وشبابية وعائلية في نفس الوقت وذيك الفترة كانت نهايتها مع فورد لذلك اول ما بدت السيارة هذه بمحرك الستة سلندر اللي هو ثري بوينت فايف الستة سلندر من الفورد واللي موجود في الفورد تورس لكن بعد تقريبا سنتين طلعت مازدا من مضلة الفورد ونزلت محركها الثري بوينت سفن او الثلاثة فاصلة سبعة لتر وقالت احنا رح نستلم كل شيء سواء كان محرك او غير او شاسي او كل الامور هذه وفعلا السيارة هذه نجحت نجاح رهيب لا من ناحية التصميم الخارجي لا من ناحية التصميم الداخلي لا من ناحية العملية لدرجة ان السيارة هذه اخذت جواز عالمية صحيح ان مبيعاتها ما كانت تقارن في تيوتا ولا نيسان ولكن عشاق المازدا ومتعة القيادة استمتعوا وانبسطوا في السيارة هذه حتى لدرجة ان اليوم نشوف بعض السيارات او بعض السي اكس ناين اللي موجودة من الالفين وثمانية والفين وتسعة الى يومنا هذا طبعا السيارة مثل ما نتعود من الشركات اليابانية بالتحديد يسير على السيارة اكثر من فيسلفت او تغييرات منتصف العمر الى ما انها تغيير السيارة هذه فلح نشوف انه صار فيه اثنين تغييرات منتصف العمر واحد في الالفين وعشرة واحد في الالفين وثلاثة عش وكلها تغييرات كانت جدا مهمة وفعلا خلت السيارة تكون اجمل ورفعت مبيعات السيارة اللي دائما لما تبدأ السيارة تنطلق في سوق تلقى المبيعات ترتفع ثم توصل مرحلة ثم تبدأ تنزل فالتغييرات منتصف العمر تخلي الناس تتحمس انها تشتري الشكل الجديد الى انه جاء التغيير الجذري في الجيل الثاني واللي صار في الالفين وستععش واكيد الالفين وستععش كان الحديث الكبير عن المحرك او تنازل المازدة عن محرك الستة سلندر وبدت تتحط محرك الاربعة سلندر اللي هو الالفين وخمسمائة سي سي ولكنه بتيربو وتقدر انك تحط فيه بنزين عادي اللي هو واحد وتسعين او الخمس وتسعين وتعتمد القوة اذا انك تبقى القوة فتحط البنزين الخمس وتسعين اذا والله ما تهمك القوة وتبي توفر في البنزين فتحط الواحد وتسعين بتكون المكينة اقل ولكن من تجربة الشخصية ويمكن في ذيك الايام اول ما نزلت السيارة كنت مجربها بالنظارة السناب شات وكان لها حضور في ذيك الفترة اللي يبغى يرجع للفيديو لكن بشكل عام الشي القوي في المحرك هذا اللي هو التورك لما تتكلم على أربعمائة وعشرين نيوتن متر يعني كان اقوى من البورشا كيين الستاندرد اللي كان أربعمائة نيوتن متر المازدى صار أربعمائة وعشرين ونافس الشي حققت المازدى مع هالجيل جوائز عالمية وصلت الى انها تكون من اكثر السيارات امان في اختبارات حوادث الاستدام في جميع الاختبارات هنا بدأت نظرة مازدى تتغير شوي شافت ان صار في عشاق رجعوا العلامة المازدى اللي تأثرت في فترة من الفترات واللي صارت تصاميمها مملة الى حد ما ولكن مع التغيرات الجديدة خصوصا في الالفينات رجعت الناس تتكلم عن المازدى وتتكلم عن أداء المازدى ومتعة القيادة في السيارة هذه فطلعت فكرة كانت في بالها من زمان وبالتحديد يمكن في الثمانينات مع الليكسس مع ظهور الليكسس والأكورا والانفينيتي كانت مازدى في ذيك الفترة تفكر انها تطلع نسخة فخمة ولكن لما انشافت الوضع اللي صار مع الأكورا الوضع اللي صار مع الانفينيتي الصعوبات اللي واجهتها الليكسس مع انها ما شاء الله نجحت ولكن نجاحها كان بسبب وجود التيوتا خلفها وبسبب الاعلانات اللي كانت قوية جدا في ذيك الفترة حست مازدى وقتها بالخطر قالت قد تكون الخطوة هذه غير جيدة واحنا مبيعاتنا تعتبر صغيرة جدا مقارنة في الثلاثة العمالقة اللي ذكرتهم من شوي وهم معانوا فما بالك فينا احنا كمازدى ان ننطلع نسخة بتكون فخمة من علامتنا وقفت الموضوع ورجعت للموضوع هذا الآن وقالت احنا ما رح نطلع علامة مختلفة عن المازدى هي مازدى ولكن بتكون جيل جديد ما رح نسميه الناين رح نسميه الناينتي وتكلمت العام الماضي في موسم غربان الاول تكلمنا عن السي اكس سيكستي اللي كانت اول جيل مع الشاصيه الجديد والمحرك اللي بيكون امامي خلف المحور الامامي علشان يعطيك الاداء الرياضي ومتعة القيادة وبنفس الوقت اللي تكون مبنية على الشاصيه يكون دفع خلفي السيارة طبعا اكيد بتكون دفع رباعي ولكنها مبنية في الاساس على دفع خلفي غير المحرك اللي رح نتكلم عنه بعد شوي اضافت غير طبعا من مازدا الغير والمحرك من المازدا ثمان سرعات في الجيل اللي قبل كانت ست سرعات وكانوا بعض الاشخاص يقولون السيارة ممتازة في استلاك البنزين ولكن الغير نحس انها تحتاج ثمان سرعات ونحن نتكلم اليوم عن تسع وعشر سرعات ولكن المازدا اختارت الثمان سرعات لانهما عارفين سيارتهم ما هي سيارة اللي تمشي فيها ميتان وخمسين وثلاثمائة كيلومتر فتحتاج العاشر سرعات كانوا منطقيين قالوا احنا بنكون في الوسط سيارتنا بتكون عملية وشبابية وتكون فخمة وتواكب التطور الموجود في الالفين وثلاثة وعشرين في الالفين واربعة وعشرين بدوا في البداية من الشاسيه طلعوا بشاسيه جديد مخصص للفئات الجديدة سواء كانت السي اكس سيكستي او الناينتي او اللي توها الان طلعت اللي هي السيفنتي اللي تكون مبنية على شاسيه سيارة بتكون دفع رباعي او دفع مبنية على دفع خلفي ولكن بتكون اكيد دفع رباعي ومحرك امامي وتكون يكون فيها التوازن مقارب للخمسين في المئة قدام وخمسين في المئة وراء وتكون ممتعة في القيادة ولكن بتكون فخمة يمكن لو تشوف السيارة في الطريق بتقول نفس شكل وحجم السي اكس ناين ولكن لا يغرك الشكل هي فعلا اطول واعرض واوسع واشرح من السي اكس ناين واكيد اثقل يعني لك انت تخيل ان السي اكس ناين اقل من الاثنين طن بينما السي اكس ناينتي ممكن توصل الى الفين واربعمية كيلو جرام يعني سيارة صارت في عالم اخر مساحة الركاب اللي بتكون بين المحور الامامي والخلفي الجيل السابق كانت مترين وتسعين سانتي الجيل الحالي اللي هو التسعين صارت ثلاثة فاصلة تقريبا عشرة صارت اوسع من الجيل السابق طبعا صارت اعرض بشكل كبير فبتشوف المساحات للركاب الامامين بتكون شرحة واسعة سواء عند الارجول او عند الاكتاف او عند الراس نفس الشيء في الخلف السيارة هذه فعلا شرحة واسعة حتى الدبة الخلفية صارت واسعة والجميل انه خلولك السيارة هذه تقدر انك تختار اللي ناسبك اذا تبغاها مثلا ست ركاب يكون عندك اثنين قدام واثنين في الوسط تبغى يكون فيه بينهم مسند او بدون مسند وفي الخلف بيكون فيه اثنين وعندهم فتحات تكييف تبغى لا اثنين قدام اثنين ثلاثة في الوسط اثنين في الخلف نفس الشيء تقدر تبغاهم ثماني ركاب تقدر انه يكون فيه اثنين قدام وثلاثة في الوسط وثلاثة في الخلف ورح يكون عندك اكيد مساحة في الدبة الخلفية او في الشنطة الخلفية ففعلا في السيارة هذه قالوا احنا نبغى السيارة تكون سيارة عائلية وهالشيء خلاها تنقز من السي اكس ناين اللي كانت متوسطة الحجم الى السي اكس ناينتي اللي صارت كبيرة الحجم او الحجم الكامل او الفل سايز سي او في وبما انها اعلى فئة اللي هي السي اكس ناينتي فبيكون عندك الابشن انها تكون دائما ثلاث صفوف لكن فيه بعض الناس يبغى يكون عندها صفين يبغى تكون اخف وشبابية اكثر فاطلقت السنة هذه السي اكس سبنتي مع تغييرات خفيفة في مقدمة وخلفية السيارة ميزتها شوي عن السي اكس ناينتي وبتكون صفين من الداخل لو بنتكلم عن التصميم التصميم جميل وانيق واكثر ما يميز المازدة الالوان اللي ولا اروع والمازدة فعلا من السيارات اللي تتعب في الالوان احنا متعودين السيارات الايطالية السيارات الانجليزية الالمانية دائما يشتغلون على الالوان بشكل دقيق جدا لدرجة ان في بعض العلامات يقول لك الالوان اللي ممكن انك ما تتخيلها رح نقدر نسويها عكس الشركات الثانية اللي ما عندك الا عدد محدود من الالوان فنشوف المازدة فعلا في عندك عدد محدود ولكن الوان المازدة من اجمل واصعب الالوان اللي ممكن انك تختارها ويمكن نشوف بعض الانحان لما تجد تزور الوكيل يقول لك ترى اللون يفرق لو تبغى اللون الفلاني تزيد عليه مثلا 150 دينار او تزيد عليه 2000 ريال سعودي علشان اللون هذا مميز اكثر فالمازدة مثل ما قلت فعلا مميزة في الالوان ولكن اكيد اللون بدون التصميم الجميل لا يعني شي ونشوف مقدمة السيارة جديدة بالكامل حتى ان حطوا الاضاءات صغيرة ويمكن لاحظوا ان في بعض الحلقات قلت ان السيارة جميلة ولكن اضاءتها الممية ممكن تكون صغيرة الا ان في السيارة هذه اضاءتها صغيرة ولكنها تكمل جمال مقدمة السيارة من الجنب راح تشوف السيارة تعطيك ايحاء انها فعلا دفع خلفي وحاطة الثقل في الخلف لو تشوف الكتف الخلفي الشنطة او الدبة او تقوس الدبة الخلفية جميل ورياضي وشبابي تشوف مقدمة السيارة اللي تكون طويلة بحكم ان المحرك هيكون طولي ولوسائل السلامة والامام الامان ان يكون عندك مساحة قدام ممكن تتهشم وتتحطم علشان ما تأثر على الناس اللي يمشون في الطريق الا ان التصميم من جميع الزوايا جميل ومميز جدا الاشخاص العاديين يمكن يقول والله هي نفس التصميم لكن الناس اللي تتذوق التصميم رح تشوف ان ما تشبه السي اكس ناينتي من الخارج في اي شي كل شي في السيارة هذه مختلف ولكن لازالت تعطيك ايحاء ان هذه مازدا وهذا تصميم الكودو الجميل اللي تعودنا عليه من المازدا لما تجي وتفتح باب السي اكس ناينتي رح تشوف تصميم ياباني شفناه في الليكسس عادوا اليابانيين التاريخ وتراث هم التقليدي سواء كانت الحياكة او التطريز او استخدام الاخشاب هذا الشي الجميل ان هم قالوا احنا نتميز بتراث جميل ليش ما نعكس الشي هذا في سياراتنا فاول شي رح تلاحظه اللي هو التطريز اللي جاي في الهواء رح تشوف الخياط اللي في الابواب واللي في الطبرون رح تشوف انه في خلف الاسلاك حق الخياط في وراها فراغ يمكن ما تشوف الشي هذا في السيارات الثانية الفراغ هذا سوى شكل ثلاث الابعاد عجبتني الفكرة عجبني ان يدخلوا الجلد دخلوا لك الخشب دخلوا الكروم دخلوا لك القماش دخلوا لك المادة الجميلة الالكنتارا على الطبلون على الكراسي فعلا استخدامهم للمواد كان جدا هو اكيد ان رح يكون فيه اجزاء يكون فيها بلاستيك لو تركب رولز رويس ستلقى ان فيه بلاستيك في بعض الاجزاء اللي قليل انك تلمسها الفكرة ان يحط لك المواد الجميلة والفخمة في الاماكن اللي انت غالبا تلمسها فبنشوف ان هم فعلا اهتموا في التصميم عطوك شاشة سائق جميلة ما في هديك التعقيدات الكبيرة حطو لك او البروجيكتر اللي يعطيك كامل المعلومات اللي انت تحتاجها وحجمها جدا كبير نشوف الدراكسونة والسكان اللي جميل ورياضي وممتع وفيه كل الازالير اللي انت تحتاجها في الوسط عطوك شاشة اكبر من اللي شفناها في السي اكس ناين وصارت تاتش ولكن تقدر تتحكم فيها زي البي ام من الفرار اللي بيكون فيه الكنسول اللي في الوسط غير لازال فيه عندك غير غير جميل غيره لك في طريقة تعشيق الغير يمكن فيه ناس حبتها او فيه ناس ما حبتها ولكن فيه بعض السيارات تبدأ تعطيك لمستها في القيور بنشوف فيه غير يكون جويستيك او عصة تحكم ويكون فيه غير تقليدي ويكون فيه غير ازالير ويكون فيه غير على شكل جاي مثل ما شفنا فيه الجاقور في ايام اللي فاتت او فيه سنة اللي مضت او بيكون فرار او على الدركسون او السكان فكل سيارة تحط بصمتها في القيور اللي موجودة فيها البانوراما موجودة المساحات الشرحة والواسعة الجميل ان حطولك شاشات جميلة ولكن حطوا الاشياء المهمة زي التكييف والتدفئ والتهوية حق الكراسي خلو لها ازالير تكون موجودة في الكنسولي اللي في الوسط علشان اذا ما تحتاج انك تلمس الشاشة فبيكون عندك ازالير تقليدية المساحات قدام الشرحة واسعة وفعلا تحس انك راكب سيارة كبيرة او بحجم كبير في الخلف المساحات جميلة وكبيرة وعندك تحكم نفس الشيء في الكنسول اللي في الوسط والركاب اللي في الخلف وراح يكون عندهم نفس الشيء تحكم في التكييف وفي التدفئة للكراسي الخلفية من الشغرات الجميلة والعجيبة واللي يمكن ما تلاقيها في اغلب السيارات اللي هو فتحة الباب في السي اكس ناينتي الجديدة اللي ممكن قليل ما تشوفها في سيارات واللي تابع حلقاتي لما نجرب السيارات احاول ابين للاشخاص او المشاهدين درجة فتحة الباب في بعض السيارات يكون الركوب صعب سواء كان للاطفال او الكبار في السن فاغلب السيارات يفتح خمسة واربعين ممكن خمسين درجة لكن المازدا سي اكس ناينتي خلته يفتح تقريبا تسعين درجة فمهما كان الشخص عندك كبير او تبي تركب شي داخل السيارة رح يكون الركوب في السيارة هذه جدا سهل وللاشخاص اللي يذكرون الجيل الاول من السي اكس ناين اللي كان فيه ملاحظات في حوادث الاستدام واللي حلتها مازدا في الجيل الثاني رح نشوف ان السي اكس ناينتي عدى المرحلة او الجيل الثاني بمراحل كبيرة وصارت فعلا من اكثر السيارات امانا على مستوى العالم عندك انظمة مساعدة الساق موجودة في السيارة هذه وعندك الفئات اللي تقدر تختارها على السيارة هذه على حسب ميزانيتك الاشخاص اللي بيقولون السيارة هذه صار سعرها فعلا غالي لو تقارن السي اكس ناينتي بالموجود في السوق رح تشوف انه سعرها تقريبا سعر السيارات التقليدية سعر التيوتا سعر النيسان سعر الهوندا سعر السيارات الامريكية سعر الفولسباغن ولكن لما تشوف السي اكس ناينتي رح تشوف انه فيه فيه شبه الى حد ما من التكنولوجيا والفخامة والتطور الاوروبي ويمكن قريبة للبي ام دابليو السيارات السي او في او الاس اي في اللي البي ام تقول احنا سياراتنا ما هي السي او في اللي سبورت يوتوليتي فيهكل لا احنا سياراتنا رياضية فاحنا سياراتنا سبورت اكتيفتي فيهكل سيارة رياضية متعددة الاستعمالات فبنشوف السيارة هذه قريبة جدا من البي ام دابليو حتى في التكنولوجيا اللي يستخدموها في وضع الشاشة في التحكم في الشاشة في الطبلون ولو أن البي أم في الفترة الأخيرة بدت تشتح شطحات يمكن في ناس عجبتهم التصاميم الجديدة إلا أنها طلعت عن المألوف المازد الآن أخذت مكان البي أم من ناحية التصميم الجميل والتصميم الرياضي نجي للمحركات اللي الكلام عليها في الفترة الأخيرة واللي هو عودة الستة سيلندر ومو أي الستة سيلندر اللي هو الفي سيكس لا رجعت للإن لاين اللي هو الستة سيلندرات اللي وراء بعض اللي يعطيك قلة الاهتزاز ويعطيك أحلى صوت وأحلى نغم وحطت عليك تيربو وحطت عليك المايلد هايبرد عشان لما تكون في مدينة أو في بعض المدن على مستوى العالم في أوروبا أحيانا ممنوع دخول السيارات اللي تعدي مرحلة معينة من غاز الانبعاثات فعندك المايلد هايبرد ممكن أنك تتحرك بالمحرك الكهرباي أو أنه يقوم السيارة بالمحرك الكهرباي أو أنك إذا مشيت ممكن أنه يفصل المحرك ويشتغل المحرك الكهرباي اللي بيكون صغير ولكن الجميل أنه هم عطوك خيارات بدل ما كان في الجيل الثاني محرك واحد والجيل الأول محرك واحد رح نشوف الآن عندك ثلاث محركات عندك ستة سيلندر عندك أربعة سيلندر عندك محرك بنزين عندك محرك ديزل تقدر تختار المحرك اللي ناس بك لو تنزل تحت السيارة رح تشوف انك راكب او ما اخذ سيارة فعلا ما تعب عليها رح تشوف انها مقفلة من تحت بالكامل علشان يكون فيه انسيابية وتحمي بطن السيارة لو تفتح الكبوت نفس الشي رح تشوف ان كل شي مسكر نفس الحركة يعطيك احساس ان هذه السيارة فعلا فخمة لو تفتح كبوت بعض السيارات اليابانية التقليدية مثلا تيوتا نيسان تفتح مثلا سيارات امريكية رح تشوف اسلايك وكيابل وحوسة بينما السيارة هذه رح تشوف ان كل شي مقفل وممكن انك تشوف التيربو طالع من بعض الزوايا اللي بيكون عليها محرك ما شاء الله تيربو او بيكون عليها تيربو كبير المحرك الشهير اللي ركب على السيارة هذه واللي حطت اسمه على المدقر او الرفرف الامامي في السيارة اللي هو ثلاثة فاصلة ثلاثة لتر تيربو يعطيك مع البنزين العادي الواحد وتسعين ميتين وثمانين احصان واربعمية وخمسين نيوتم متر العزم لو حطيت عليه بنزين بريميوم ثمانية وتسعين او خمس وتسعين رح يعطيك ثلاثمية وخمسة واربين احصان قفزة كبيرة جدا وخمسمية نيوتم متر العزم كلهم اثنين مع المايلد هايبرد اللي هو ثمانية واربعين فولت وتسارع القوة بالبنزين العادي ستة فاصلة خمس ثواني من الصفر الالمية بينما لو حطيت بنزين الخمس وتسعين او ثمانية وتسعين رح تكون خمسة فاصلة ثمان ثواني فنقدر نشوف ان تأثير البنزين على قوة المحرك هذه ملحوظة جدا الجميل في المحرك هذا ان بالرغم انه ستة سلندر وثري بوينت ثري او ثلاثة فاصلة ثلاثة لتر الا انه تقريبا نفس حجم الاربع سلندر اللي هو الالفين وخمسمية سي سي اللي بيكون اربع سلندرات وراء بعض صعب انك تربط بين الاثنين ولكن المازة قالت احنا نبغى المهندسين اللي موجدين معانا نبغاهم ما يتعبوننا في وضعية المحرك في السيارة هذه فنبغى انه يكون نفس الحجم يمكن لاحظنا في بعض المواقع تكلموا عن وضعية المحرك هذا انا بتكون وضعية معقدة جدا ويمكن انه يحتاج انك تنزل المحرك علشان تشتغل على السيارة هذه لان المطلوب من المهندسين اللي في مازدا انه يحطون سيارة تكون رياضية واداءها رياضي والمحرك يكون نازل بشكل كبير ويعطي متوسط السيارة او ثقل السيارة يكون اقل اللي هي السنتر الف جرافتي وبنفس الوقت يحاولون انه يوزعون الوزن بين المحور الامامي والخلفي فاضطروا انه يدفون المحرك خلف المحور الامامي فلما تفتح الكبوت رح تحس انك فاتح كبوت سيارة BMW فهي شي طبيعي انه لما تجي تبغى تشتغل على المحرك هذا رح تضطر انك تنزل المحرك طبعا مو بكل صيانة لازم انك تنزل المحرك لكن في الصيانات الكبيرة اللي ممكن توصل مية ومية وعشرين الف اللي رح يكون فيها ميجر سيرفس او صيانة شاملة رح يكون فيه تنزيل المحرك لتغيير مثلا بعض الشغلات اللي موجودة في المحرك هذا فريقدر نقول ان سيارة هذه نعم صارت فخمة وصارت عصرية وجديدة ولكنها صارت فعلا معقدة لو بنشوف المحرك الاربع سلندر الارفين وخمسمائة سي سي تيربو مع المايلد هايبرد رح يعطيك ثلاثمائة وثمانية وعشرين حصان وخمسمائة نيوتن متر العزم فأداء المحرك الاربع سلندر بيكون جبار عندك الستة سلندر يعطيك احسنة اعلى ولكن الاربع سلندر يعطيك اقل ولكن نفس التورك او نفس النيوتن متر او العزم اللي تحتاجه ممكن في القطر فلنشوف السيارة هذه تقدر تسحب فيها مثلا ياخت او قارب او سيارة شبابية سيارة صغيرة المياتة مثلا تبتاخذها في حلبات السباق وعندك المحرك الاخير اللي هو الديزل اللي بياخذ نفس المحرك البنزين اللي هو ست سلندرات ست سلندرات وورا بعض ثلاثة فاصلة ثلاثة لتر ولكنها بدون الهايبرد ورح يعطيك 254 احصان و 550 نيوتن متر العزم وتسارع من الصفر الى المية في 8.4 ثواني فدائما محركات الديزل يكون فيها التورك او يكون فيها العزم كبير طبعا محرك الاربع سلندر 2500 سيسي التيربو تسارع من الصفر الى المية في 6.2 ثواني كلهم رح يستخدمون نفس الجير الثمان سرعات المازدا بدت بالسي اكس سيكستي الان السي اكس ناينتي وفي الطريق جاي السي اكس سيونتي واعتقد رح يكون فيه اكثر من سيارة ورح نشوف المازدا سيكس ربما يغيرون المسمى مازدا سيكستي مثلا رح تكون مبنية على دفع خلفي ممكن يكون عليها محرك 6 سلندر ولكن اللي ننتظرها فعليا وبشغف المياتة الام اكس 5 المستقبلية القادمة واللي الكل عشاق السيارات الرياضية خفيفة الوزن والممتعة كلنا ننتظر السيارة هذه المازدا قاعد تبني شيء كبير العالم الان قاعد يتوجه منافسة شرسة نشوف دخول الصينيين دخول اسواق جديدة نشوف العالم قاعد يتغير المازدا قاعد تقول احنا موجودين ولازم ان نثبت انفسنا في الجيل الحديث ونبغى نجدب زباين جدد انا اعتقد ان المازدا متوجهة في الطريق الصحيح لا زالت اسعارها جدا ممتازة بالرغم من التغيرات الكبيرة اللي صارت على سياراتهم الا اني ارى لا زالت سياراتهم جدا ممتازة يمكن بعض الوكلاء اللي يحتاجون انه يشتغلون شوي ويحسنون من خدمات ما بعد البيع يكونون سريعين في الصيانة في استقبال السيارات يحاولون ما يخلون عملاءهم ينتظرون على ما يسوون صيانة ويحجزون مواعيد في بعض الوكلات او في بعض الدول امورهم تمام لكن في بعض الدول ممكن يحتاجون ان يعيدون النظرة ونتمنى ان نشوف السيارة هذه في كل مكان انا شخصيا استمتعت في السيارة هذه في شكلها في اداءها بالرغم من كل المناحضات الايجابية او السلبية احنا نتكلم على جيل اولي السيارة هذه التغيرات جدا كبيرة فتحتاج المازدة انها تتعلم من جديد في عالم السيارات الفخمة نتمنى ان استمتعتوا معاي في حلقتنا اليوم نشوفكم ان شاء الله غدا في حلقة جيدة من غربان في رمضان وفمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة